عندي نقطة اللي كنا بنتكلم فيها كريم في منتخب مصر كنا دايما بقى وقف ضداء مهما كنا بنتكلم في التاكتك والحاجات اللي زي دي ولكن يبقى الواحد على واحد والمروغات من أهم الحاجات اللي دايما لها عامل السحر في أي فريق منتخب مصر في كاسر الأمور الفرقية كانت أرقام الواحد على واحد فيه متدنية المروغات النكحة كانت في منتخب مصر ضعيفة جدا تعال أوريك قد إيه تأثير كان شاب بتكلم على إضافة أدنجرة تعال نشوف تأثير إضافة أدنجرة على فريق كودفوار كان عامل إزاي في الفاينة تعال نبص الأول على الأرقام الأجنحة اللي لعبت ده كوامي لعب في رونتينا في لقاء نيجيريا نبص على الأرقام هنا المروغات والمحاولات على الجون دريبل مفيش مجرد كذا ده هنا احنا بيتكلم زيرو وهات الصورة اللي بعدها الجناح التاني بوجا لعب نيس برضو مفيش مروغات تعال بقى نشوف أدنجرة عمل إيه في الفاينة عمل رقم من أعلى الأرقام تون البطولة هات بقى أدنجرة في الفاينة لعب برايتون تسع مروغات يا كريم منهم خمسة مروغات صحيحة وصنع هدف وشطع الجون والحاجات اللي زي ده اللي أنا وطبعاً والاتنين أسست الهدفين اللي أنا بتكلم فيه إن أنت مش هتقدر تصنع خطورة طول ما أنت بتتجنب إن أنت تخش في لعبة الواحد على واحد يعني طول ما أنت لعبتك بتبقى بعيدة أوي التفوق مش هيظهر بشكل كبير آه طبعاً فيه الجمل بتتعامل كل الكلام ده ولكن في النهاية أي حاجة في الكورة لازم تتم لازم في لك عندك تفوق في الواحد على واحد فده كان تأثير إيه دنجرة وده اللي أنا بتمنى إن في الفترة الجاية منتخب مصر والحاجات اللي زي يسعى إن لعبته تبقى عندها التفوق ده احنا شفنا كان اللي كان موجود وزار في منتخب مصر في الحتة دي كان عمر مرموش كان اللي عنده الأجريسيفة كده أن ياخده الكورة ويحاول آه لازم اللعيب في مصر يبقى شجاع اللعيب لو وخصوصاً لعبت التلت الأخير إنت لو ما عندكش حلول في التلت الأخير واللعيب بتاعك يقدر ياخد الكورة ويروح هو للخصم ويعدي في الواحد على واحد إنت مش في النهاية في النهاية حيبقى الموضوع أشبه به أنا لعيب ممسوك وبدل كريم لعيب ممسوك وكريم يدي الشاب هو ممسوك ومش حنخلق التفوق هو لازم واحد فينا يكسر الحلقة دي فيبقى فيه بقى 2 على 1 و3 على 2 والموقف الهجومي يحصل في الحاجات اللي زي عظيم